خريطة العمليات واحد قبل السفر إلى كندا هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها قبل السفر إلى كندا جميع خدمات إعادة التوطين في كندا مجانية كل حالة إعادة توطين فريدة من نوعها قد يختلف تسلسل الخطوات في هذا الفيديو الخطوة الأولى بداية عملية إعادة التوطين الخطوة الثانية حضور مقابلة الاختيار الخطوة الثالثة إجراء الفحوص الطبية الخطوة الرابعة إجراءات التفتيش الأمنية الخطوة الخامسة اجتياز مراجعة للطلب الخطوة السادسة الحصول على الموافقة الخطوة السابعة خدمات ما قبل الوصول بغض النظر عن برنامج إعادة التوطين الخاص بك، فإن جميع المقيمين الدائمين الذين أعيد توطينهم كلاجئين في كندا، يمكنهم الوصول إلى خدمات ما قبل الوصول. هذه خدمات شخصية، وعبر الإنترنت يمكن أن تساعدك في الاستعداد للحياة في كندا قبل وصولك. الخطوة الثامنة خطوة نوعان من الأمتعة التي يمكنك استفر بها، حقائب اليد، وأمتعة الشحن، حقيبة اليد صغيرة الحجم، يسمح لك أيضاً بحمل أغراض شخصية معك على متن الطائرة، مثل جهاز كمبيوتر محمول في حقيبته، أو حقيبة وثائق، أو حقيبة يد، أو حقيبة صغيرة. هناك أيضاً أمتعة الشحن، إنه أكبر نوع من الأمتعة التي يمكن للمسافرين إحضارها في رحلتهم إلى كندا. سوف تستلم هذه الأمتعة في نهاية رحلتك. أضف شيئاً إلى أمتعتك المسجلة لتتعرف عليها بسهولة، مثل بطاقة تعريف أو شرائط ملونة. عند بدء تحضير الأمتعة، تأكد من أن أمتعة الشحن تلبي المتطلبات الخاصة بالحجم التي وضعتها شركة الطيران. يمكنك معرفة الحجم عن طريق قياس الارتفاع والطول والعرض وجمعهم معاً. بعد الانتهاء من تعبئة الأمتعة، ستحتاج إلى وزن كل قطعة من الحقائب باستخدام ميزان. تفرض شركات الطيران قيوداً على عدد كيلوغرامات المسموح بها لكل حقيبة. يمكن أن يختلف عدد الحقائب المسموح بها لكل شخص، ويعتمد على العمر. على سبيل المثال، لن يكون للركاب الذين تقل أعمارهم عن عامين مقاعدهم الخاصة على متن الطائرة، وبالتالي لديهم أوزان أمتعة مختلفة. اتبع الحد الأقصى لعدد الأمتعة التي وضعتها المنظمة الدولية للهجرة أو شركة الطيران. قد لا يسمحون بأي أمتعة إضافية أو أشياء ثقيلة تتجاوز حداً معايناً. إذا لم تتبع هذا الحد، فقد ترفض شركة الطيران قبول أمتعتك. الأشياء التي يتعين التخلي عنها هناك أشياء لا يسمح لك بجلبها إلى كندا. فإذا أنت أتيت إلى كندا، ولم تصرح بها فقد تطالب بدفع غرامة، أو قد تتعرض للمقادات عند وصولك. وتشمل هذه ما يلي المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والحليب ومنتجات الألبان والفواكه والخضار. الأعشاب والبهارات والبذور. النباتات والطربة والأخشاب. أجزاء من الحيوانات، بما في ذلك جلودها. العظام البشرية. الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، بما في ذلك أجهزة التلفزيون واللوازم المنزلية. السيارات. الأسلحة النارية والذخيرة والأسلحة البيضاء. والمخدرات. قبل مغادرتك، سيطلب منك إمضاء وثيقة قرد الهجرة الخاصة بك. يغطي قرد الهجرة نفقات النقل من نقطة المغادرة إلى وجهتك النهائية في كندا. حظاً موفقاً في الاستعداد للسفر إلى كندا. ترجمة نانسي قنقر